السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكم إذا أنا أقول أعملين إيه وحشتوني يلا بينا نكمل مع بعض الدارسين رقم 15 و 16 وهناخد فيهم عد وكتابة العدد حتى إيه حتى عشرة يلا بينا نتعرف النهاردة على رقم عشرة رقم عشرة ده شكله بالزبط كده عبارة عن واحد وقدامه صفر حلو قوي العشرة طبعا إحنا كل مرة كنا بنطلع مجموعة من أصابع إيدينا النهاردة بقى هنطلع إيه النهاردة هنطلع أصابع إيدينا كلها كل أصابع إيدينا هتبقى كيام هتبقى عشرة تعالوا كده نعدي مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ممتاز قوي يبقى إحنا عندنا إيه كم إصبع في إيدينا عندنا عشرة وعدنا إيهم يلا نعدي عندنا هنا النقود دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ممتازين ودي كده كتابة الأرقام من واحد لإيه لعشرة بيقول لنا هنا لون عشرة اشياء من كل مجنوعة زي ما احنا متعودين وعارفين مش الغرض التلوين الغرض ان احنا نعد عشرة ونعرف نعد لحد عشرة وما نلونش اكتر من عشرة يلا بينا مع بعض كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ممتاز طيب عندنا هنا يلا الفراولة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ممتاز قوي طيب السؤال اللي بعضه بيقول لنا هنا هي حوط حول عشرة اشياء من كل مجنوعة يلا نحوط حوالين عشرة اشياء نعد مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وحاول انت بتعدي تحط علامة صغيرة بالقلم كده عشان ما تتلخبطش يلا بينا دول كده عشرة اهو هنحوط عليهم بالصورة دي ممتاز قوي طيب معانا هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ممتاز قوي الحد هنا يلا بينا نحوط بالصورة دي طيب يلا بينا نكمل الدرس بتاعنا بيقول لنا هنا بقى كتابة العدد عشرة ازاي بنكتب العدد عشرة احنا تعالدنا واع بعد قبل كده ازاي نكتب رقم واحد صح ورقم سفر النهار ده بقى هنحطهم جرام ببعض هيبقوا رقم عشرة سهل وبصير جدا يلا بينا كده هنحط واحد وقدامه سفر بقى عشرة واحد وقدامه سفر بقى عشرة واحد وقدامه سفر بقى عشرة واحد وقدامه سفر هيبقى عشرة طيب السؤال اللي بعده بيقول لنا هنا ايه عد ثم ضع علامة صح تحت العدد عشرة يعني عاوزني هنا نعد الأشكال دي ولا هلأ ايه عشر أشكال هنحط تحته علامة ايه علامة صح يلا بينا نعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة دول تسعة بس ينفع نحط علامة صح لا ما ينفعش طيب تعالوا هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ممتاز قوي بيبقى نحط هنا ايه علامة ايه علامة صح طيب معني هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة مصبوط دول عشرة يبقى نحط برضو هنا علامة صح حلو قوي بيقول لنا هنا في السؤال اللي بعده أكمل رسم الأشياء لتكوين العدد عشرة لتكوين العدد إيه؟ عشرة طيب هنشوف هنا هو رسم لي إيه؟ وأنا هنكمل الأشكال لحد ما نوصل لعشرة عندي هنا كم وردة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة يلا نكمل مع بعض كده هتبقى خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ممتاز قوي سنولة طيب هنا أعطيني إيه؟ هنا أعطيني نجمة واحدة بس يلا نكمل بعد الواحد إيه؟ اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ممتاز قوي طيب يلا بينا هنا بيقول لنا هنا عد وأكتب العدد عايزنا نعد اللي قدامي ده ونكتب العدد اللي بيموثله هنا يلا بينا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة السبعة بتبص فين؟ السبعة بتبص في فوق هي بننزل ونطلعها هتبقى سبعة عندي هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حلو قوي العشرة أخدناها النهاردة واحد وقدامه سفر عندنا هنا يلا نعد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة حلو قوي تسعة كنا من أخدناها مرة الفاتس بتنكتب ازاي؟ عبارة عن خمسة صغيرة كده ونازل منها واحد وبكده سنة أولى نكون خلصنا درسنا النهاردة استنون إن شاء الله في الدروس الجاية مع بعض كانت معكم إسهدير بحنسي من قناة بديل الدرس اشتركوا في القناة